ماذا سترى إذا خلطنا الكافيين مع الكخياتين المونوهيدرات بير تقدر تخلطه مع أي شيء المهم هو أنك تدخل الجسم لك حيث في الأحوال لا يعطيك نتيجة يعني تقدر تخلط صون مع الماء بارد أو سخون أو مع القهوة أو مع العاصر بحل تدير التى تزايد ولكن خلونا مع القهوة الميكس الكخياتين و الكافيين هو واحد ميكس قديم يديره على الزلال العالم و يديره على الكثير من التراسات تبدأ من 1996 إلى يومنا هذا و قاعد دراسات كيتبتو باللي سواء خلطتهم ولا خلطتهم مفرقين لم يكن هناك شيء فرق المهم هو أنها عملية سالمة جداً ومعدي حتى شيء أدرى جانبية سواء خلطتهم في نفس الوقت ولا خلطتهم لأن الكافيين محفز الطاقة يخرج الماء بزاف عن طريق البول والكخياتين ركولكم عارفين أنه يقلب على الماء بشيخدم إذا خلطتهم ستقدر تعرض لراسك إذا لم يكن يتشرب الماء وصل حصة لك وفي النهارك كامل وتقدر تدخل الدوخة المهم هو أن الكافيين لا يؤثر نهائياً على امتصاص الكخياتين والكخياتين يحافظ على التابات وعلى الفعالية وعلى الهمونيكفل و سيتعرض لدرجة حرارة عالية بالعكس إذا خلطتهم والمعاء بخودويلي هو سخون يتحل الضغية و يتمتص الضغية في نهاية المطاف الكخياتين المفعولة لتراكومي لا يعطيك نتيجة ذلك النار يعني يخذوا معيش مرتحة لتعرض لدرجة غير من وهذه الهدراء لا يوجد شيء يقول والذي يقول والذي يقول فاطع عزي